السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عقد مجلس الوزراء جلسة الاتيادية الثامنة واتخذ أدت قرارات أهمها بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة الديوانية في تساطعش إيدعش قرر مجلس الوزراء الآتي تخويل وزارة النفط صلاحية التعاقد مع الشركة المنفذة لمصفة الديوانية وتطويره وزيادة طاقته الإنتاجية بمقدار 70 ألف برميل وفقاً للمتطلبات البيئية واستثناءاً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة ثالثاً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ثانياً لسنة 2014 وهذا المشروع يوفر فرصة أكثر من 2500 فرص عمل لشباب أبناء محافظة الديوانية كما اتخذ قرار المصادقة على قرار اللجنة الوطنية للمواقع الطبيعية المحمية ثالثاً لسنة 2017 بحسب الآتي إعلان موقع بحيرة ساوى محمية طبيعية لما تتميز به من معايير دولية وغنى واضح بالتنوع البيولوجي إضافة إلى طبيعتها المميزة استناداً إلى مادة رابعاً من نظام المحميات الطبيعية ثانياً لسنة 2014 كما اتخذ قرار مجلس الوزراء أيضاً بناء على توصيات اللجنة التحقيقية المؤلفة بموجب الأمر الديواني لسنة 2022 الصادر من مكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن تسريب أسئلة امتحانات الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي 2021-2022 قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يأتي إعفاء السيد قاسم رحيم مجبل عبد الرسول العقالي المدير العام لتربية رصافة الثانية وزارة التربية من منصبه استناداً إلى أحكام قرار التشريع 880 لسنة 1988 قيام وزارة التربية والجهاد ذات العلاقة بتنفيذ بقية التوصيات كلاً حسب اختصاصه كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب المفروضة على الدخل وعلى رأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية الموقع عليها في الرياض في 31 آذار 2021 الذي أعده مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادة 261 البند أولاً وثمانون البند ثانياً من الدستور العراقي كما تم الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون بين جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية في مجال النقل البحري وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادتين 61 البند أولاً وثمانون البند ثانياً من الدستور العراقي كما تم الموافقة على ما يأتي إقرار توصيات اللجنة المختصة بإعادة النظر بقرارات مجلس الوزراء كافة المأخوذة من الحكومة السابقة خلال مدة تصريف الأمور اليومية من الثامن تشرين الأول عام 2021 لغاية 27 تشرين الأول 2022 تتولى الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان والجهاد ذات العلاقة تنفيذ التوصيات أعلى ولا يعمل بالقرارات والتوجيهات المذكورة أعلى إلا بعد أن تعرض كل قرار على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنه كما تم الموافقة على إجراء مناقلة مبلغ قدره 40 مليار دينار من تشغيل وزارة الصحة إلى باب تعويضات الموظفين كما تم الموافقة على إجراء مناقلة 15 مليار و75 مليون دينار من نسبة 1 على 12 لإجمال وحدات الإنفاق الأخرى بما فيها نقص رواتب وزارة البيئة تمويل وزارة المالية المبلغ المذكور أعلى إلى حسابات دوائر الصحة والبيئة استنادا إلى ما جاء في ورقة المنهاج الوزاري الذي اتفقت عليه الكتل السياسية وصادق عليه مجلس النواب بموجب قراره المؤرخ في 27 تشرين الأول 2022 قرر مجلس الوزراء ما يليه صرف وزارة المالية مبلغ قدره 400 مليار دينار لتسديد مستحقات أقليم كردستان على أن يتم تسوية المبلغ بعد إكمال تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي للبيانات المتعلقة بإيرادات النفطية والغير النفطية بالتنسيق بينه وبين ديوان الرقابة المالية في الأقليم وإكمال وزارة النفط الاتحادية احتساب الإيرادات النفطية بالتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة أقليم كردستان وفي جلسة اليوم وبمناسبة عياد الميلاد المجيدة وجه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني أن يكون يوم الخامس والعشرين من كانون الأول أطلع رسمية لكل العراقيين وأن يكون يوم السادس والعشرين من الشهر نفسه أطلع رسمية لأبناء المكون المسيحي من العراقيين وشكرا اشتركوا في القناة